موسيقى السلام عليكم نشرة منتصف الليلة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين مقتل أربعة وعشرين وجرح سبعة آخرين في اشتباكات بين الكتيبة مائة وستة وستين وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالمدخل الشرقي لسرط وإغلاق الطريق بين المدينة وهراوة 15 قتيلا وعدد من الجرحة هي حصيلة الاشتباكات بين مسلحي طوارق ومسلحي التبو في اليومين الماضيين قوات عملية الكرامة تستخدم الطيران والاسلحة الثقيلة محاولة التقدم نحو عدة محاور ببنغازي ومجلس شورة ثوار يؤكد صده لكل تقدم بجميع المحاور أهلا بكم قال رئيس غرفة عملية سرطة تابعة لرئاسة الأركان المؤتمر الوطني العام محمد الزادمة إن المدخل الشرقي لمدينة سرطة شهد الأربعة اشتباكات عنيفة بين قواتهم وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أشار الزادمة في اتصال بقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أنه قد جرى قصف موقع لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة النفلية منذ يومين أدى ذلك إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد التنظيم وتدمير آليات وذخائر هذا وأكد القائد الميداني بالكتيبة 166 محمد لحصان في برنامج خبر وبعد أن الاشتباكات بمدينة سرطة بدأت بعد هجوم ما يعرف بتنظيم الدولة على أحد المعسكرات التي تخضع لسيطرة الكتيبة اليوم بعد صراحة التنظيم المباشرة سمع تنظيم الدولة ويوجد حتى هذه الساعة الاشتباكات محواصلة وضع مزال في سيطرة ومدارسة كتيبة المزواجدة في المدينة وفي التمرقزات ينصر في التمرقزات يعني فرزعنا من الملات وقادينا في مدخل الجنوب الترشي لمدينة سرطة وفاد مصدر من غرفة العمليات المشتركة لرئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام بوصول 24 جثة سبعة جرحة إلى مستشفى ابن سينة بمدينة سرطة جراء الاشتباكات الدائرة في جنوب شرق المدينة بين القوات المكلفة من رئاسة الأركان بتأمين مدينة سرط وقوة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية أهب المجلس التسير هراوى بجميع المواطنين عدم السفر عبر الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة ومدينة سرط وذلك بعد إقفاله وأرجع مصدر مسؤول بالمجلس التسير هراوى إغلاق الطريق إلى ترد الأوضاع الأمنية في المنطقة منشدا جميع المسافرين أخذ الحيطة والحذر أثناء التحرك بالمنطقة يذكر أن اشتباكات وقعت يوم الأربعاء بين الكتيبة 166 المكلفة بتأمين مدينة سرط وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أوقعت قتلى وجرحة في صفوف الطرفين وبخصوص الاشتباكات التي حدثت اليوم بسرة أفاد الخبير العسكري محمد النعاس بأن التنظيم جهز نفسه لهذا الصراع وجمع أسلحة ومؤنا مستفيدا من الموقع الاستراتيجي للمدينة هذا التنظيم ليس لديه قوة كبيرة يهاجم بها مرة واحدة ويحتل الأرض لديه عناصر تقوم بعملية هنا وعملية هناك ربما بطريقة مدروسة لتشتيت الانتباه لتشتيت جهود القوات التابعة للدولة هذا كله وارد لكن نحتاج لمعرفة كثير من التفاصيل الميدانية للحكم على الحدث هذا أفدنا الناطق باسم القوات الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب محمد قليوان إن حصيلة الاشتباكات في اليومين الماضيين بين مسلحي الطوارق والتابو وصلت إلى خمسة عشر قتيلا وعدد من الجرحة فضلا عن خسائر مادية كبيرة وأكد المصدر ذاته في اتصال بقناة ليبيا لكل الأحرار احتجاز عدد آخر من قبل مسلحي الطوارق مشيرا إلى أن الوضع في مدينة وباري يشهد هدوءا عقب المعارك العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اجتمع رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس حكومة الأزمة عبدالله الثني الثلاثاء بمدينة البيضاء مع أعيان ومشائخ قبائل التابو وذلك في إطار ما تقوم به حكومة الأزمة بهدف المصالح بين قبائل التابو والطوارق ووضع حد للأزمة الإنسانية التي تعانيها المنطقة هذا وكان الثني قد اجتمع الأسبوع الماضي مع عيان ومشائخ الطوارق ضمن الجهود المبذولة من أجل توصل لمصالحة بين القبيلتين ورفع المعاناة عن أهل الجنوب وصف أعضاء تجمع ساحات الثورة والحراك الوطني للطوارق بمنطقة الجنوب في وقفة احتجاجية لهم بمدينة سبها وصفوا حوادث القتل في المدينة بالعمليات الإجرامية من قبل من سموهم بميليشيات الكرامة أطلب بيان التجمع المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأوضاع مطالبين الحكماء والأعيان والأهالي في الجنوب بالالتفات إلى المدينة والتواصل مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول ندين وبشدة كل أعمال الإجرامي من القتل وسفك الدماء المتواصل في مدينة باري من قبل العصابات الإجرامية التي تنتهك حرمات الآمنين ندعو حكومة الإنقاذ الوطني بالنظر العاجل والفوري للوضع الإنساني لمدينة أوباري وإيصال المساعدات الإنسانية وإرسال فرق الإغاثة للمنطقة وإعلان مدينة أوباري مدينة منكوبة هذا وأكد الناطق باسم القوة الثالثة المكلفة بتامين الجنوب محمد قليوان استمرار المساعي من أجل إتمام عملية تبادل الأسرة بين أهالي المحتجزيين من أفراد القوة الثالثة ومحتجزيهم في مدينة الزنتان وأضاف قليوان أن أهالي المحتجزين توجهوا إلى مدينة الزنتان من أجل مناقشة الإفراج عن أبنائهم مشيرا إلى أن قواته التزمت بأغلب الشروط التي اتفق عليها والتي كان من ضمنها فاتح الطريق الرابطة بين سبها وبراك واستماحوا بدخول المساعدات منوها إلى أنهم لم يتلقوا جوابا حتى الآن من طرف محتجزي أفراد القوة في الزنتان إلى بانغازي حيث أفاد عضو لجنة التواصل من مجلس شورى ثوار المدينة الزروق الكلاني بأن القوات التابعة لعملية الكرامة استادفت مناطق الصابري وشارع فينيسيا وسوق الحوت بالأسلحة الثقيلة إضافة إلى استهداف منطقة الليثي بالطيران العمودي أقل الكلاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طائرات الميغ التابعة لعملية الكرامة قصفت معسكر السابع عشر من فبراير ومنطقة الصفسفة في الجوارشة وأرض بعيرة فضلا عن قصفه لهذه المناطق بالأسلحة الثقيلة وأشار الكلاني إلى أن هذا القصف استمر منذ صباح ثلاثاء وحتى الأربعاء وقد صدت قوات مجلس شورى ثوار بنغازي محاولة تقدم على الأرض من قبل القوات الموالية لحفتر كما ضف الكلاني في نشرة سابقة أن مجلس شورى لا يزال يسيطر على جميع المحاور مشيرا إلى أن الطيران التابعة لعملية الكرامة قام بقصف محاور بعيرة وبوعطني والليثي مجلس شورى ثوار بنغازي لا زال مستيطرا على موقعه في أغلب المحاور وفي جميع المحاور أما القصف بلاسلحة ثقيلة وبالطيران تم في هذا اليوم القصف من قبل الطيران التابع لعملية بيون ثمم عمية كرامة في أغلب المحاور بعيرة وبوعطني والليثي فقصف بالميد والطيران العمودي وبالأسلحة ثقيلة هذا وتدور اشتباكات عنيفة منذ ليلة أمس في محاور فينيسيا وأم مبروكة وسيد فرج وكشف مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي قيام المقاتلين التابعين للمجلس بسداف قاعدة بنين الجوية بعدد من صواريخ لقراد وأضف المصدر أن الطيران الحربية التابعة لحفتر شن غارة جوية على موقع لمقاتلي مجلس شورى ثوار في منطقة لقوارشة موضحا أن هذه الغارة لم تسفر عن أضرار بشرية قال مصدر أمني في غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لفجر ليبيا أن معسكر أم شويشة تعرض لقصف من القوات التابعة لما يعرف بجيش القبائل مما أسفر عن سقوط جريح واحد على الأقل من جهة أخرى قال نطق باسم قوات فجر ليبيا في محور قاعدة الوطية الجوية طهر الغرابلي أن الوضع في محيط القاعدة يشهد هدوءا حذرا منذ ما يقارب اليومين هذا وأكد أمير غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لفجر ليبيا في نشرة سابقة وقوع اشتباكات عنيفة اليوم في محيط قاعدة الوطية بين قواتهم والقوات الموالية لما يعرف بجيش القبائل تم على إثرها سيطرة قوات فجر ليبيا على عدد من المواقع اليوم ساعدت زبعة قاعدة الوطية نشاط كبير بعد استقدم لقواتنا وحدود استفاكات قوية مع قوات الموالية في إصابات الثانية وزيش القبائل التي تحاول الدفاع عن قاعدة الوطية حتى الآن معارك لذلك طارية والشديدة في محيط قاعدة الوطية أعلن في مدينة العزيزية بورشفانة اليوم عن تأسيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبيلة ورشفانة بهدف إدارة شؤون القبيلة في جميع نواحي الحياة والتعاون مع الجهات المختصة نحل جميع الكيانات السابقة من مجلس الحكماء والشورى ولجان الأزمة وباقية اللجان الأخرى كما أننا نتقدم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لكل أبنائنا الأبطال الذين حرروا الوطن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت فيه إنه يتعين على المجتمع الدولي زيادة دعمه للمحكمة الجنائية الدولية كي تحقق في جرائم الحرب والجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في ليبيا وبحسب المنظمة فإن أطلاق حفتر لعمرية الكرامة قد أغرق البلاد في المزيد من الفوضى والنزاعات المسلحة مشيرة إلى القصف الذي قامت به قوات مصرية بالاشتراك مع قوات الكرامة على درنة والذي أدى إلى سقوط قتلى في صفوف المدنيين آنذاك على الرغم من خطورة الانتهاكات التي تم توثيقها منذ العام 2011 وحتى الآن فإن المحكمة الجنائية الدولية لم توسع نطاق تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في هذه الفترة في ليبيا هذا ما جاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية والذي أوضحت فيه أنه من غير المعقول أن يمثل شح الموارد عائقا أمام توسيع نطاق تحقيقات الجنائية الدولية في ليبيا مضيفة أن هذه الأسباب لا تبرر عدم المساءلة في البلاد في وقت يواجه فيه المدنيون مخاطر الاختطاف والإعدام بسبب أسمائهم أو قبيلتهم أو دينهم أو رأيهم السياسية وبحسب المنظمة فإن إطلاق حفتر لعملية الكرامة قد أغرق البلاد في المزيد من الفوضى والنزاعات المسلحة والتي اتسعت لتشمل كامل التراب الليبي كما قام ائتلاف من قوات مصراتة وترابلس والزاوية في غرب البلاد بإطلاق عملية فجر ليبيا كرد على عملية الكرامة وذكرت المنظمة أن جميع أطراف النزاع تستهدف المدنيين وممتلكاتهم بجريرة انتمائهم السياسي أو القبلي مشيرة إلى أن قوات عملية الكرامة قامت بهدم بيوت في مدينة بنغازي بجريرة انتماء أصحابها الحقيقي أو المتصور إلى أنصار الشريعة أو الجماعات المسلحة الأخرى والتي تقاتل ضد عملية الكرامة بينما قامت قوات فجر ليبيا بسلب وحرق ما لا يقل عن ثمانين منزلا يعتقد أن أصحابها ينتمون إلى عملية الكرامة مشيرة إلى القصف الذي قامت به قوات مصرية بالاشتراك مع قوات الكرامة على درنة والتي أدت لقتل في صفوف المدنيين أنذاك وقد أنتج القتال بين الحكومتين بحسب المنظمة انهيارا في السلطة المركزية حيث ظهرت جماعات مسلحة أعلنت ولاءها لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والتي قامت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل توسع سيطرتها على بعض مناطق البلاد في ذات الموضوع قال نائب رئيس مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان جمع الأعمامي في برنامج العاشرة إن تقارير منظمة العفو الدولية هدفها دعم مساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هو الهدف الرئيسي أو الاستراتيجي للمنظمة هو العمل على العقوبات الموجهة ضد أشخاص معينين وعملية مساءلة والتي تأتي عدم الإفلات من العقاب من جهته رأى النشط السياسي صلاح البكوش أن القضاء الليبي بوسعه معاقبة جناه وجبر الضرر في حال جرى إحلال الأمن في البلاد يجب أن نركز جهودنا على إحلال الاستقرار في ليبيا وتفعيل النظام القضائي في ليبيا الذي يستطيع أعتقد عندما يكون الموقف في ليبيا آمنا يستطيع أن يقوم بهذه التحقيقات ويستطيع أن ينزل القصاص بالمجرمين فيما اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله التورغي أن تسعيد العسكري يعيق مسارات التحقيق مبديا تفاؤله بقدر المصالحة أو بقدرة المصالحة الوطنية على تحقيق العدالة الانتقالية أعول كثيرا على العدالة الانتقالية وعلى المصالحة الوطنية وعلى تفعيل القضاء في المجتمع الدولي إذا كان يريد أن يرسي دعائم العدالة في ليبيا وملاحظة الذين انتقبوا جرائم ضد الإنسانية عليهم أن يساعد الشعب الليبي في تكوين دولته ويساعد الجيش الليبي في بسط نفوذه على المنافذ البرية والبحرية قال الوزير الجزائري المكلب بالشؤون المغاربية عبدالقادر مساهل إن المقاربة الجزائرية والأمريكية ومقاربة الأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا تصبوا في اتجاه حل سياسي في البلاد واعتبر مساهل عقب اجتماعا مع وزيري أو مع آميري قوات أفريكم الجنرال ديفيد روغريز أن هذا الحل السياسي سيسمح بتشكيل حكومة وفاق وطني مؤكدا أهمية الاستقرار في ليبيا ليس فقط بالنسبة للبلدان المجاورة وإنما أيضا بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة ككل والفضاء المتوسطي أشار مساهل إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيساعد أكثر على استقرار الوضع في مالي على وجه الخصوصة أعبر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان عن ترحيب حزبه بجهود التهديئة التي نجحت في وقف الاقتتال بين الليبيين في السدرة وبراك الشاطئ ومناطق ورشفانة وغيرها أدت إلى تبادل للأسرى بين العديد من المدن في مبادرات ليبية خالصة طلب صوان الجهات الرسمية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة بتبني جهود التهديئة والمصالحة ووضع الضوابط الكفيلة لإنجاحها وقطع الطريق أمام كل المحاولات التي تسعى إلى إفشالها أو تعطيلها حسب وصفه كما طالب رئيس حزب العدالة والبناء بطمأنة تيار الثورة المتوجس من اختراق عملية الصلح أو استغلالها في غير مصلحة الوطن بعيدا عن التخوين والتشكيك في نوايا القائمين على هذه الجهود والساعين إليها منتصف الليل متواصلة وفيها بعض الفاصل أصحاب الحرف اليدوية بالمدينة القديمة يواصلون العمل رغم ما حل بصناعتهم من ركود سببه الأوضاع الأمنية مقتل أربعة وعشرين وجرح سبعة آخرين في اشتباكات بين الكتيبة مائة وستة وستين وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالمدخل الشرقي لسرط وأغلاق الطريق بين المدينة وهراوة خمسة عشر قتيلا وعدد من الجرحة هي حصيلة الاشتباكات بين مسلح الطوارق ومسلح التبو في اليومين الماضيين قوة عملية الكرامة تستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة محاولة تقدم نحو عدة محاور ببنغازي ومجلس شورة ثوار يؤكد صده لكل تقدم في جميع المحاور أهلا بكم من جديد طلب التكتل الاتحاد الوطني الفيدرالي هيئة صياغة مشروع الدستور بالاستفتاء على المواد الحاكمة في كل إقليم على حدة قبل تقديم الدستور للاستفتاء وبين التكتل في رسالة وجهها إلى الهيئة أنه في حال نتجة عن الاستفتاء أغلبية مطالبة بالنظام الاتحادي في إقليم برغا وتعذر ذلك في طرابلس وفي الزان وجب إعطاء الإقليم وضعا مشابها لإقليم كردستان العراق وأشر التكتل إلى أنه في حال عدم تحقيق مطالبه من خلال الدستور فإنه سيدعو سكان برغا إلى عدم الاعتراف بالدستور الجديد بجميع الوسائل المتاحة قال وزير الخارجية التونسي طيب البكوش أن بلاده تمتلك معلومات مؤكدة حول وجود كل من الصحفيين سفيان الشرابي ونذير القطاري على قيد الحياة أضف البكوش أن بلاده لا تصرح إلا بما يجب التصريح به لأن ذلك يهدد حياة الصحفيين وبحسب وكالة الأنباء التونسية فإن البكوش قد أشار إلى أن بلاده قد ترفع الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عجز القضاء لبيعا حل خيوط ما وصفها بالجريمة عبر رئيس المجلس المحلي في تورغا عبد الرحمن الشكشاك عن رفض النازحين من أهالي المدينة لمقترح مجلس الوزراء في حكومة الأزمة والتي كلفها مجلس النواب بإنشاء وحدات سكنية للنازحين خارج المدينة أضف الشكشاك أن أبناء تورغا يرون في هذا القرار مشروعا لإعادة توطينهم خارج مدينتهم مشيرا إلى تواصل الجهود من أجل حل حالة الموضوع طالب الشكشاك حكومتي البلاد بتأيير مبادرات الحوار بين تورغا ومصراتا الاتفاقيات المتوقعة في الداخل والخارج والتي كان آخرها الاتفاقية التي وقعت برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي نصت على رجوع جميع نازحي ليبيا إلى مدنهم في توقيت أقصى الحادي والثلاثون من ديسمبر المقبل أكد رئيس قسم التحققات في مكتب النائب العام صديق الصور أن محكمة جنايات طرابلس حجزت قضية رموز نظام السابق للنطق بالحكم في الثامن والعشرين من شهر يوليو القادم وأضح الصور لقناة ليبيا لكل الأحرار أن محمد دفاعي عن رموز نظام السابق أنه في جلسة اليوم جميع المرافعات وأن النيابة العام ما أعطت رأيها النهائي أشار الصور إلى أن أغلب المتهمين أقر اليوم بمعلومات تثبت تورطهم في قتل الليبيين أو علمهم بتفاصيل الحادثة نفسها تضم أسواق المدينة القديمة في طرابلس عددا من مباني الأثرية والتاريخية والتي يعود بعضها إلى ما يزيد عن خمسمائة سنة وتزخر بعدد كبير من الصناعات التقليدية اليدوية لكنها اليوم تشهد تراجعا في جذب السياح الأجانب ذلك نظرا لظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا كما هو الحال في سوق الجزدارة تفاصيل أوفا في سيق التقرير المدينة القديمة في طرابلس التي تأسست في القرن السادس قبل الميلاد تحتوي على عدد من المباني الأثرية والتاريخية التي يعود بعضها إلى ما يزيد عن خمسمائة سنة خلف أسوار المدينة التي تمتد على ثمانية واربعين هكتارا تنتشر عدة أسواق منها سوق الترك وسوق الرباع وسوق اللفة وسوق الجزدارة وغيرها أسواق تعبق منها رائحة التاريخ هنا بين هذه الشوارع الضيقة لا تسمع غير أسواق المطارق في سوق الجزدارة أو سوق النحاس مهنة تورثها هؤلاء الحرفيون عن أبائهم وأجدادهم يشكلون من النحاس الخام أوانية يستعملها المواطنون في حياتهم اليومية الخام طبعا نحاس هذا يخش في عدة مجالات في التصنيع منهم أول النحاسية لذلك فيدي هذا اللي هو القدر أو الكازان أو أي تحفة نحاسية هؤلاء الحرفيون يتمسكون بمهنة الأجداد رغم ما حل بصناعتهم اليدوية من كساد بسبب الأوضاع الأمنية التي أدت إلى تراجع عدد السياح الأجانب الذين كانوا من أهم زبائنهم من خفاض الطلب على الصناعة التقليدية ورغم ذلك لم تخفت مطارق الفضة والنحاس في ترابلوس الصناعات التقليدية التي تدون تاريخ الوطن وتنقله من جيل إلى آخر تحتاج اليوم إلى وقفة جادة من السلطات الليبية للحفاظ عليها من الأندثار وإيجاد آليات حتى يحافظ الحرفيون على مورد رزقهم الوحيد ختام النشرة وهذا تذكير بالعنوين مقتل أربعة وعشرين وجرح سبعة آخرين في اشتباكات بين الكتيبة مائة وستة وستين وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالمدخل الشرقي لسرطة وإغلاق الطريق بين المدينة وهراوة خمسة عشر قتيلا وعدد من الجرحى حليها حصيلة الاشتباكات بين مسلح الطوارق ومسلح التبو في اليومين الماضيين قوات عملية الكرامة تستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة محاولة نتقدم نحو عدة محاور في بنغازي ومجلس شورى ثوار يؤكد صده لكل تقدم لجميع المحاور دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة